اشتغلنا بالدمور على مشروع ماء لأن الماء ملوثي والماء على البحر يعني كل المدن اللي موجودة على الشط عندها مشكلة ماء مالحة قد ما صار فيه قبار ارتوزية وصار فيه ديبليشن يعني صارنا نستعمل كتير ماء فاتت ماء البحر على القبار منشان هيك معظم الماء على خط الساحل كله سوا مالحة وهي دي مشكلة كتير اساسية باللبنان انو حتى يمكن ببيروت بقولو 3 اربعة مالحة للماء ما بعرف اذا انتو بتحسوا بتعام الماء انا بحس لما منروح عجنوب يعني صوبجية وهيكي بتحس لما تفتح الماء انو مالحة ما كانت عارفة انو ستاكوز دي بوي كارتزيان لانو ايه كان فيها وكان عندهم مشكلة التلوث كان فيه منتور معهم من انجلند شغلتها اشتغلت معهم على سنة للشباب عملوا كل الخرايط تبع السوج عملوا الخرايط تبع النتورك تبع الماء لحتى بعدين قدموا لنا في كمباني لبنانية قالت انا عطوني كل الديتا بعملكون ايهالوواشن فور the treatment وعملولون recommendation وقدمنيها للبلدية كل ماء ماء لبنان بلاوثي كلها لانو لبنان عنا الناس يلي بيجو من بره بينقزو انو انتبه ما تشرب ماء من الحنافية بينقزو وعندك حنافية ماء تشرب نحن عنا عندي هيك بالبيت وحنافية ماء مالعازي يعني هيدي الماء يلي ما فينا نشربها تم عم نتحمم فيها عم نفرش سنينة فيها مش كل الناس يحطوا ماء تشرب تك عم نغسل اكلتنا فيها نغسل اكلتنا يعني مش هنيك مستعمل خل ابيض لنقتل يلي بس بعدين بدك تفوح فهايدي الماء قدي خطرة يعني هلأ تتفاوت اذا كانوا عم بيحطوا كلورين اناف ساعة البكتيريا بتكون قليلة هلأ وين المشكلة كلورين تعملها انت شخصيا بالبنية او هني الناتوورك الاساسي مصالح الماء عادة بيحطوا كلورين بيعملوا فحص بيحطوا كلورين على هيدا الاساس منشان يقتلوا البكتيريا هلأ شو صار انو صار عنا نحنا سويج سيستم كتير قديم واختلطت بمطارخ معينة سويج لاينز مع الواتر لاينز واذا كان عنا قبر ارتوازي كمان صار في عنا اختلاط اذا في سيبنج يعني اذا الماء عم تمزل معزم الماء بالبنان ملوثة وفيها مين لبكتيريا وشوي بكتيريا اكتر شي وعلى الكوس متل ما قلنا على الشواطئ في ملح سيادة ميت ملح يعني شو الحال لا انا عم تحكي عادين حلول لا انو اليوم انو منحكي بسد بصري انو كين بدهم يعملوا لا يقدروا يعطوا ماء لكل منطقة الصيدة وجنوب نعرف انو اليوم اذا فيك تستعمل الماء اللي لما بتدوب بالتلج لانو تقدر توصل الماء عبيروت في كتير قصص نحنا ما عمنا عملها من يلي نحنا فينا نعملوا من الريسورسز نحنا يلي عنا اياهن بالبنان لانو في عنا ماء يعني مبدئيا عنا كتير ماء وبيقولوا الماء اللي عنا بتقدى بيروت وزيادة مش بيروت يعني كل لبنانه بزيادة وين المشكلة المشكلة انو لازم نعمل انفرستركتشور للسواج سيستم هيدا اول اول مشروع يعني كل البلديات بيوصلوا بيشبكوا السواج لاينز عندهم بوحدة سنترول لحتى توصل على محلو تتكرر الماء بيجوا بعمروا محلة تكرير المياه المبتزلة بقلولة وهيد الستيشن ما بحقيتها بتشتغل ما بتشتغل ما بتشتغل ليه لانو منكون حطين نصة ونصة التانية بجيبتنا لا في مشكلة محصة كبيرة ما بتشتغل ليه لحظ لي هحظ جزيلا ما بتشتغل ليه لك ما بتشتغل ليه ل Economحل